اشتركوا في القناة 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 بها المناسبة بدي نادي عكل شاب وصبي وصلتن هالتركيبة لمطرح ما وصلت بيار انه روحكن أماني برأبيكن انتو ما لازم تسمحوا لها التركيبة ولا يلي خلفها انه تخطف أرواحكن وأرواح أحبابكن مثل ما خطفت روح بيار ما رح نسمح انه يأسونا تنركع تركع روح المقاومة فينا وتخلينا نقبل بهالوضع المزري خيانعين راضيين بالمكتوب راضخين لمشيئة القضاء بعموسنا ما في ركوع ولا في رجوع وما رح نرتاح تنرد للشعب اللبناني كرامته وحريته ونحقق لبيار ورفقاته وكل شهده زحلي ولكل شاب وصبيه بيزحلي وباللبنان نحقق لهم حلمهم وتطلعاتهم بوطن بليق فيهم رفيقي بيار تركت زحلي بالجسد بس روحك باقي هون عند الاف والاف من رفقاتك يلي رح يكفوا مسيرتك برغم الصعوبات الكبيرة والقوات يلي انت ربيت وكبرت فيها وكبرت هي فيه يلي مقبلت تدخل على رحاب القيب السماوي إلا لو انت ملتحف بعلمة فتلتحق برفاقك الشهده اللي سبقوك هالقوات ما رح تكون إلا مثل ما انت بتشوفها مقلع أبطال مقلع مناضلين مقلع مؤمنين حقيقيين رح يضلوا يناضلوا ليل نهار تنوصل لجمهورية الحق والحرية والإنسان لكل عمرنا نحلم فيها هيدا عهد وعد علينا إلك يا بير ولكل رفاقك الشهده رفيقاتي رفاقي أيها الحضور الكريم معركة زحل بن يسان واحدة واتمانين هي وحدة من معارك عسكرية وسياسية كتير وكبيرة خاضطها المؤومة اللبنانية من سنة الخمسة وسبعين وما قبلها مش بس ضد الاحتلال والظلم والتباعية والعباسية إنما ضد أي انقلاب أو اختلال بالمفاهيم بالمفاهيم السياسية والديمقراطية المتعارف عليها مثل ما أنه الصيغة السياسية والتركيبة السلطوية يلي انوجدت بلبنان بالأساس لخدمة الإنسان مثل أن تتحول كرامته تتحول لأزلال الإنسان وإهانته وسلبه كرامته وحقوقه مثل مصاير في لبنان اليوم على إيد تركيبته الحالية القيمة على الصفاءات على السمسارات على الفساد على المحسوبية على اللاقنون على دولة هالتركيبة مش هممة غير كيف بدها تحمي سلاح غير شرعي وكيف بدها تضييد وجه مع محور الممانعة وترديره طموحاته التوسعية حتى ولو على حساب لأمة تعيش اللبنانيين كل اللبنانيين على حساب صحتهم حياتهم وجودهم وكرمتهم هايك تركيبة عم بتشكل بيه أحادنة مثالية تتفقس فيها كل أنواع الأزمات والتحديات وتكبر وتستشري مثل ما صاير هلأ بموضوع الفراغ الرئاسي بيحقوك بالحوار والتفاهم وهن مقررين سلفا مين بدهم والطريقة اللي بدهم يوصل فيها اللي مفكر يبتزن هالمرة مثل كل مرة بمرشح تابع لإله أو الفراغ رح نقول له من هلأ بشكل كتير واضح أنه أي مرشح من محور الممانعة وشو ما كان اسمه وشو ما كان نوعه هو الفراغ بحد ذاته وما رح يكون عهده إلا جزء تاني من الجزء الأول للعهد السابق مشكلة العهد السابق ما كانت بس بهوية الرئيس واسمه بقدر ما كانت مشكلة نهج لدولة محور الممانعة مناقض تماما لمفهوم الدولة ووصل لبنان على الانهيار والإفلاس والنبز والعزلة عربيا دوليا طالما هالنهج ما تغير يعني كل مرشح شو ما كان اسمه من هالخط رح يوصلنا لنفس النتيجة اللي وصلنا لها بالعهد السابق ولا زمن الترقيع ولا زمن الرمادية والتسويف وكل مرشح مش واضح الهوية والمعالم سيديا وإصلاحيا مرفوض وكل مرشح ترقيع بوقت ما بقى في شي بها الدولة بيترقع مش مقبول استلم محور الممانعة الرئاسي مرة ودمر البلد ألف مرة ومرة هلأ صار وقت أنه منظومة محور الممانعة قال له يعطيها العافية مش تصير بالرئاسة وتفكر تعمل حوارات وتجيب رؤسها وتطرح مرشحين وتفاوض على شكل الحكومة بالعهد الجديد وتحكي عن عدد الوزارات إلى آخرين إنما كل نظومة محور الممانعة صار الوقت أن ترتاح وتقعد بالبيت ترتاح وتقعد بالبيت اللبنانيين الشرفة إصلاحيين فعليين السياديين يعرفوا يشتغلوا ويطلعوا الشعب منها جورة يلي أصلا محور الممانعة حطهم فيها على المرة ما رح نترك الفاجر يأكل مالي التاجر ومثل ما بالزمنات قال الزحلة لجيش الأسد عزحلة ما بتفوتوا هاك هلا منقول لمحور الممانعة عب عبدة ما بتفوتوا عب عبدة ما بتفوتوا يا أخوان مش ماشي الحال نزلنا 11 مرة على المجلس النيابي وانتخبنا مرشح واضح الهوية والمواصفة وهنا انتخبوا وراء بيد وأشباح ويرجعوا يعطلوا تاني جلسة من النصاب متكأنوا الدين بألف خير وما في الزوم للعجل ورجعوا سموا مرشح بس ما قبلوا يعملوا أي جلسة تأجربوا ينتخبوه ولا بقى يحسوا عدمهم ولا بقى يزوقوا ولا بقى يراجعوا حساباتهم بالتعطيل هالحسابات بالتعطيل لوين وصلت الناس من سنة 2006 إلى هلأ ولا بيشوفوا سياساتهم وجشعهم وحبهم للسلطة وفشلهم تمسكهم بسلاح غير شرعي شو عمل بالبلد بيحكوك بمقاومة وصمود وكرامة والشرف اللي يجبوه على لبنان وتفشيل المخططات الإمبريالية بيحكوك بيهو كله سوا وشعبنا كله من جنوبه لشماله من غربه لشرقه ميت على لقمة خبز تبهوا لي والشيء بالشيء يذكر لما كان الزحلة عم بتقوم المحتل وتغير معادلات بالفعل مش بالحكي وتخربت الحسابات عن حق وحقيق كانوا أهل مثلهم مثل أهل بكل المناطق المحررة عايشين ببحبوحة ببحبوحة مادية ومعايشية ومعظم خدماتهم كانت مأمنة بعز الدين الأسق والضرب والحصار الفعلي هيك بتكون مقاومة الفعلية الحقيقية يلي بترفع راس شعبة بتجيب له الشرف والكرامة مش بالشعرات والسلاح إنما بتأمين مقاومات الصمود اقتصاديا وخدماتيا وصحيا ومعايشيا غير هيك بتكون عم تحكي حكي حكي بالعزة والكرامة بس بتكون بالفعل عم بتجيب له زل وفقر وحرمان وتعتير وأوريب موت وتهجير بالفعل يا أخوان لا مش ماشي الحال يلي مكفها بده سلاح غير شرعي ونتمسك فيه والدويلة هيعال يعملون عنده نحنا بدنا دولة بدنا أبسط حقوقنا كم واطنين ما بقى بدنا كل يوم والتاني ينتحر شاب من القهر أو تهجر عائلي من اليأس أو يغرب قارب موت يغرب قارب موت بكل الموجودين فيه هربا من الظلم والإهمال والفساد وقلة الحياة بالختام وبذكرى شهد زحلي يلي هني أحياء فينا وبيظلوا عطول أحياء فينا كلمة بدي اعتبسها من الكبير 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 شار المالك لأنه ملقيت كلمة أبلغ منها إن ننسى لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى لح إن ننساهم إنها الخطيئة المميتة أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان عشتم عاشت زحلي عاشت المقاومة اللبنانية حرة صامدة أبي في أحياء لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر